دمشق قالت أنا هنا مستخدمة ترسنتها الدبلوماسية عبر سفيرها في الأمم المتحدة بشار جعفري معركة سوريا في نيويورك والإسناد الذي لقاته من موسكو أصاب مباشرة البيت الأبيض في واشنطن حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعقت اجتماعا بشأن سوريا وإن قرارات ستتخذ بهذا الصدد قريبا جدا وسبق ذلك تغريدة على تويتر قال فيها لم أتحدث ولم أحدد من قبل متى سيكون الهجوم على سوريا الهجوم قد يكون قريبا جدا أو قد لا يكون قريبا على الإطلاق على أي حال قامت الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارتي بعمل عظيم للتخلص من تنظيم داعش فأين شكرا لك أمريكا سرعان ما جاء الرد الروسي بتعليق للمتحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زغاروفا على تصريح الرئيس الأمريكي بالقول ببساطة لم ينتهي الجميع بعد من توجيه شكر لأمريكا على العراق الذي كانت نتيجة تدخل فيه ظهور داعش ندعو الأعضاء المسؤولين كافة في المجتمع الدولي إلى التفكير الجاد في العواقب المحتملة لمثل هذه الاتهامات والتهديدات وفي الأعمال التي يخططون لها تم إطلاق تهديدات على المستوى الأعلى من قبل رئيسي الولايات المتحدة وفرنسا برد قاس مع استخدام القوة على سوريا وتهديد باستخدام القوة على دولة عضو في الأمم المتحدة بحد ذاته يعد انتهاكا فضلا لميثاق هذه المنظمة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس الذي تصفه الصحافة الأمريكية بأنه الأكثر عقلانية في إدارة ترامب قال إن واشنطن ملتزم إنهاء الحرب الأهلية السورية عبر عملية جناذ وفي خلال جلسة للجنة القوات المسلحة في الكونغرس أعرب ماتس عن اعتقاده بأنه هجوما كيميائيا قد وقع في سوريا وإن الولايات المتحدة تريد وجود مفتشين على الأرض لجمع الأدلة محذرا من أن المهمة تزداد صعوبة مع مرور الوقت ومن أن أحد هواجسه الرئيسية بخصوص أي ضربة عسكرية أمريكية هو منع خروج الحر في سوريا عن السيطرة أمريكا لم تتخذ أي قرار حتى الآن لشن هجمات عسكرية في سوريا أمريكا تبحث عن تجنب زيادة التصعيد في سوريا الذي يخرج عن نطاق السيطرة ونحن ندرس الخيار العسكري سنتواصل مع زعماء الكونغرس قبل أي هجوم على سوريا ونعتقد أن روسيا متواطئة في احتفاظ سوريا بأسلحة كيميائية على الجبهات السورية وعلى هامش الاجتماع لمجلس الأمن أعلن السفير بشار الجعفري أن أول فريق من محققين منظمة حذر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا ووصل إلى مطار بيروت متوجها إلى دمشق أبلغت الحكومة السورية بأنها سترسل فريقا مؤلفا من دفعتين فريق سيصل يوم الخميس وفريق سيصل غدا الجمعة نحن قلناها مرارا قلنا إن الإرهابيين استحودوا مواد كيموية من ليبيا منذ وقت طويل من مخزون الليبي وهذه العملية كانت سهلت من قبل استخبارات التركية والسعودية والفرنسية والأمريكية هم هربوا هذه المواد الكيموية من ليبيا إسطنبول واستخدموا الخطوط الجوية المدنية والشخص الذي كان مسؤولا هو هيتم القصار لتهريض هذه المواد وقد أعلنت منظمة حذر الأسلحة الكيميائية أن فريقها قد وصل فعلا إلى سوريا على أن يبدأ العمل يوم السبت المقبل